هنا في جدة منزل حوله قاطنوه إلى دار للفنون المهندس البيئي سعود محجوب دفعه شغفه بالفن إلى تحويل منزله إلى مرسم ومتحف يعرض شتى أنواع الفنون بدءا من الرسم مرورا بالنحت وصولا إلى التصوير الفوتوغرافي أنا مشكلة في أيام الدراسة أرسف التعبير اللي ملاح فلازم أعبر عن حاجات في داخلي من يقدر أعبرها بالقلم فستها بحيث عن طريق التصوير الفوتوغرافي والرسم فمن هذه الأيام أعدي اهتمام لكل حاجة أشوفها لكل حاجة أعدي لها قيمة فالحياة قيمة فكل حاجة لها قيمة جميلة نعبر عنها ونفهم منها الفن المعاصر بكل ما يمثله من مدارس حديثة ومجددة هو أول ما يراه الزائر لهذا المتحف فهنا بإمكانك أن تتعرف على كل أنواع التعبير الفني الحديث والتي تعكس كل ما يمكن أن يوجد في مخيلة الفنان من جمال وإبداع طبعا المكان هذا يعتبر من أنه أجي فيه بغد بصري بغد بصري من الفن بالأشياء الموجودة من المجسمات ما شاء الله المهندس سعود يعني علامة في هذا الشيء أو يستطيع أن تقول العراب حق الفن هذا سعود المهندس الفنان ومن خلال مشروعه الفني هذا يثبت هو وغيره من الفنانين السعوديين أهمية الفن كرسالة سلام ومحبة رسالة قادرة على جمع أفراد المجتمع في لوحة واحدة عنوانها حب الحياة تم تحويل هذا المنزل إلى مكان تمارس فيه صنوفا شتى من الفن والإبداع والهدف إرسال رسالة للمجتمع تقول أنه إذا توفرت الإرادة فإن صناعة الفن ممكنة بأبسط الإمكانات عبدالله يحياس في نيوز عربية جدا اشتركوا في القناة